موسيقى 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 مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج يد الوفاء تشاهدون فيها موسيقى موسيقى مؤسسة الشهداء تجري القرى بين ذوي الشهداء الراغبين بأداء فريضة الحاجة على نفقة المؤسسة موسيقى 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 مدير عام الدائرة الأقتصادية والاجتماعية يلتقي ورد الجامعات الروسية ويؤكد سعي مؤسسة الشهداء لإرسال مزيد من طلبة الدراسات العليا من ذوي الشهداء إلى روسيا موسيقى نادي أخالدون رياضي يحرز بطولة العراق للأندية والمؤسسات بألعار القوى موسيقى الباحثة رغض محمد علي تنال شهداء الماجستير في علوم الحياة عبر قناة مؤسسة الشهداء موسيقى مديرية شهداء صلاح الدين تنفذ فعالية جمعينات الدمع من ذوي الشهداء لمطابقتها معروفات الشهداء في المقابر الجمعية مديرية شهداء ديالة تكرم أطلبة المتفوقين من ذوي الشهداء في المحافظة لحصولهم على العفاء العامة موسيقى بحث مدير عام الدائرة الاقتصادية والاجتماعية في مؤسسة الشهداء عقير الكفاء مع وبد الجامعات الروسية في تطوير آليات إرسال الطلبة من ذوي الشهداء للدراسة في تلك الجامعات الكفاء أكد سعي المؤسسة الجاد لزيادة عدد الطلبة الذين يرسلون لإكمال الدراسات العليا في روسيا الاتحادية على نفقة مؤسسة الشهداء مشيرا إلى وجود أكثر من أربعين طالبا من ذوي الشهداء يواصلون دراساتهم العليا في الجامعات الروسية موسيقى زار الوفد مؤسسة الشهداء التقينا بهم واطلعنا على واقع الفعلي لتلك الجامعات أبدى الوفد استعداده التام وتعاونه المستمر مع مؤسسة الشهداء لإيفاد الطلبة الراغبين بإكمال دراساتهم العليا في مختلف التخصصات العلمية والإنسانية كذلك أبدأ استعدادهم لتقديم المزيد من الجهد والمتابعة فيما يخص رفع المستوى العلمي لدى الطلبة من ذوي الشهداء والذين سوف يتم إرسالهم إلى جمهورية روسيا الاتحادية الوفد الذي مثل ستة جامعات الروسية أبدأ استعداده للتقديم العون والدعم لمؤسسة الشهداء عبر إقامة دورات تدريبية مجانية لذوي الشهداء فضلا عن قبولها طالبين لدراسة الماجستير واثنين آخرين لدراسة الدكتورا على نفقة الجامعات نقدم شكرنا وتقديرنا إلى مؤسسة الشهداء التي كان لها الفضل في تأمين زيارتنا إلى بغداد للقاء المسؤولين في المؤسسة جئنا اليوم لنؤكد حصنا على تطوير علاقاتنا مع مؤسسة الشهداء واستعدادنا لتقديم التسهيلات اللازمة للطلبة من ذوي الشهداء ليتمكنوا من إكمال دراستهم العليا في الجامعات الروسية لخدمة وبناء العراق أحرز نادي الخالدون الرياضي لقب بطولة يندية ومؤسسات العراق لألعاب القوى البطولة التي قيمت على مدى يومين وأشارك فيها 1720 متسابقا يمثلون 133 نادي رياضيا حصل فيها أبطال نادي الخالدون الرياضي على المراكز الأولى في أغلب المسابقات الفردية ليتوجه بلقب البطولة على المستوى الفرقي نشكر مؤسسة الشهداء لإحتضانها الرياضين في نادي الخالدون الرياضين طبعا من ذوي الشهداء واللي حققون جهازات منتميزة اليوم شفنا المراكز الأولى بال100 متر وال200 متر والبريد وال1000 متر وأغلب الفعاليات هي الحمد لله شانت الأوائل بيها رئيس الاتحاد العراقي لألعاب الساحة والميدان الدكتور طالب فيصل أشاد بالمستوى الفني لأبطال نادي الخالدون الرياضي وما حققهم من إنجاز كبير وثمنا جهود مؤسسة الشهداء في رعاية رياضيين من ذوي الشهداء مشاركة نادي الخالدون تعتبر مشاركة متميزة زمنا نعرف أنه نادي حديث التأسيس ومشاركته في معظم بطولات الاتحادات الرياضية هو أفد إنجاز جيد جدا الرياضين على مستوى بطولة الأشبال والناشئين كانوا نادي الخالدون نتائج متميزة حصلت الباحث رغض محمد علي جاسم على شهادة الماجستير في قسم علوم الحياة بكلية التربية للبنات جامعة الكوفة عن رسالتها الموصومة الكفاءة العلاجية والمناعية لعسل النحل الطبيعي في شفاء الجروح الجلدية المخمجة بالبكتيريا المرضية عبر قناة مؤسسة الشهداء الباحثة ثمنت جهود مؤسسة الشهداء في الرعاية العلمية لذوي الشهداء مشيدة بموقف مديرية شهداء النجف الأشرف الداعم لطلبة الدراسات العليا من ذوي الشهداء أكملت بحثي الموصوم بالكفاءة العلاجية والمناعية لعسل النحل الطبيعي على الجروح الجلدية المخمجة بالبكتيريا المرضية علماً إن البحث له فوائد إيجابية على المجتمع وأثني على مديرية الشهداء النجف لحضورها الفاعل في جميع المناسبات وفي هذه المناقشة نفذت مديرية الشهداء صلاح الدين حملة لجمع عينات الدم من ذوي الشهداء في المحافظة لمطابقتها معروفات الشهداء في المقابر الجماعية الفعالية التي تأتي في إطار الحملة الوطنية لجمع معلومات ما قبل الفقدان لشهداء المقابر الجماعية شارك فيها مكتب حقوق الإنسان في المحافظة وقسم الطب العدلي في رئاسة صحة صلاح الدين وتهدف إلى التعرف على هويات الشهداء في المقابر الجماعية بسحب عينات الدم من ذويهم لمطابقة الحمض النووي DNA برفاة الشهداء بعد توقيع مذكرة التفاهم بين مؤسستنا ووزارة حقوق الإنسان والطب العدلي لجمع معلومات ما قبل الفقدان وأخذ عينات الدم من ذوي ضحايا المقابر الجماعية لمطابقتها مع العينات المأخوذة من رفاة المقابر التي تم فتحها من قبل وزارة حقوق الإنسان والطب العدلي لغرض التعرف على تلك الرفات وعائديتها دخلت هذه التفاقية حيث التنفيذ قبل ما يقارب ثلاثة أشهر وبدأنا العمل في مديريتنا الموسمة بمديرية الشهداء صلاح الدين قبل ثلاثة أشهر تقريبا بالتعاون مع مكتب حقوق الإنسان في محافظ صلاح الدين حيث قدم الأخوة من مقر المكتب في تكريت إلى مقر المديرية في بلد لغرض ملء استمارة المعلومات لعوال الضحايا وهذا اليوم باشرنا مع الطب العدلي أيضا تم إرسال وفد من شعبة الطباب العدلية من دار الصلاح صلاح الدين إلى مقر المديرية في بلد لسحب عينات الدم لمقارنتها مع العينات المسحوبة من رفاة المقابرة الجماعية للتعرف على رفاة ومقارنتها مع العينات المخوذة من ذوي الضحايا نشكر مؤسسة شهداء بلد لدعوتها لأهالي بلد لكوننا فقدنا شهيدنا منذ أكثر من ثلاثين سنة ولم نعثر على رفاةهم ولعله نعثر إن شاء الله بعد أخذ العينات الدم كي نحصل على رفاة الشهداء إن شاء الله ونشكر هذه المؤسسة على دعوتها إلينا كرمت مديرية شهداء ديالة طلبة المتفوقين من ذوي الشهداء في المحافظة الذين حصلوا على الإعفاء العام مدير مديرية شهداء ديالة محمد صالح مهدي أكد في الحفل الذي أقيم في ثانوية أور المختلطة بقضاء الخالص أن الطلبة المكرمين يمثلون امتدادا حقيقيا للشهداء الذين بذلوا أرواحهم من أجل حرية العراق داعيا الطلبة إلى مزيد من التفوق ليكونوا عناصر فاعلة في بناء العراق الجديد هذا وحضر الحفل نائب رئيس مجلس محافظة ديالة السيد صادق الحسيني ومدير تربية قضاء الخالص ومسؤول النشاط الرياضي في مديرية تربية ديالة وجمع غفير من ذوي الشهداء أهلا بكم من جديد في إطار استعداداتها لإرسال ذوي الشهداء إلى ديار المقدسة لأداء فريضة الحج أقامت مؤسسة الشهداء احتفالا كبيرا أجرت فيه القرعة بين ذوي الشهداء الرغبين بأداء فريضة الحج على نفقة المؤسسة وبالتعاون مع الهيئة العليا للحج والأمراء تفاصيل أوفاف التقرير الأتي على رغم من كون إرسال ذوي الشهداء لأداء فريضة الحج على نفقة المؤسسة من الخدمات التي لم ترد بالنص في قانون مؤسسة الشهداء إلا أن المؤسسة حرصت على تقديم هذه الخدمة إلى ذوي الشهداء مستندة إلى روح القانون الذي نص على تقديم أفضل الخدمات لذوي الشهداء وفي هذا الاتجاه ومع انطلاق برنامج أسبوع الحج لمؤسسة الشهداء أقامت المؤسسة حفلها السنوي لإجراء قرعة الحج المركزية لذوي الشهداء لعام 1433 من الهجرة كل عام الحقيقي نلتقي على مادة الحج مع ذوي الشهداء والعدد المحدد لنا من هيئة الحج هو الآن 1100 بما في ذلك الوفد الإداري الذي يذهب والذين يقومون على أداء الخدمة لذوي الشهداء في الحج توزع القرعة حسب نسبة الشهداء في كل محافظة وتقسم إلى قسمين قسم قرعة عامة وقسم قرعة لمتعدد شهداء اللي يعدهم شهديا فأكثر هناك بعض الذين قدموا لي القرعة في الأعوام الماضية اللي هم قدموا لي أربع مرات ولم يخرجوا سنة استثناهم عددهم 182 شخص موسم الحج مؤتمر سنوي يلتقي فيه المسلمون من مختلف بلدان العالم ما يتطلب من ذوي الشهداء اغتنام هذه المناسبة للتعريف بتضحية الشهداء وأهمية الشهادة كقيمة عليا فضلا عن التعريف بالنهضة التي يشدها العراق الجديد في مختلف المجالات أقامت مؤسسة الشهداء هذا اليوم القرعة السنوية المخصصة لترشيح حجاج ذوي الشهداء وإن هذا اندل على شيء فإنما يدل على المنهج في عملية التوعية الدينية والوطنية فإنها بالإضافة إلى ذلك الموسم فإنه سيساعد على التعريف بواقع العراق المعاصر في الجانب العلمي والعمراني وإن العراق هو بلد يحمل هم الإسلام والمسلمين اقتداء برسول الله وبأهل بيت سلام الله عليه مجمعين وبصحبه الأبرار ونحن نلاحظ أن العدد المخصص هو عدد متواضع لكن نأمل أنه تتاح الفرص فيما يلي من السنوات القادمة في إيجاد فرص أوسع لشمول بقية ذوي الشهداء ليؤكدوا ولائهم للإسلام ولوطنهم العراق وأيضا ليساعدوا في عملية النهوض التوعوي سواء على مستوى الديني أو الوطني إن شاء الله الهيئة العلية للحج والعمر أولد ذوي الشهداء اهتماما خاصا تجلى بتخصيص نسبة من عدد الحجاج العراقيين في كل موسم لذوي الشهداء فضلا عن التنسيق بين الهيئة ومؤسسة الشهداء لتدقيق أسماء الفائزين في القرعة وفرز الذين أدوا فريضة الحج في الأعوام الماضية تقوم الهيئة العلية للحج وأنا ممثل عنها بإعطاء حصة سنوية إلى ذوي الشهداء ذوي الشهداء الذين ضحوا واستشهدوا من عام 1963 إلى 2003 بمعنى أحب أن نوضح في هذه المناسبة إن شهداء الإرهاب غير مشمولين في هذه المؤسسة من الحصة هيئة الحج مشكوراً وبرئاسة سماحة الشيخ رئيس الهيئة أعطى هذه السنة وفي العام السابق ألف ومئة حاج هذا العدد يتم إعطاءه إلى مؤسسة الشهداء وتقوم مؤسسة الشهداء بإجراء الآلية التي هي ترسمها وتخطط لها ضمن الواقع حال الموجود في المؤسسة وتوزع الحصصة الألف ومئة حسب ما عندها من عدد الشهداء في المحافظات ذوي الشهداء الفائزون بقرعة الحج لهذا العام أثنوا على جهود مؤسسة الشهداء التي يسرت لهم أداء هذه الفريضة على نفقتها القاصة بعد أن ظلوا محرومين من ذلك في حقبة الدكتاتورية وشيدين بالخدمات التي تقدمها لهم المؤسسة والتي شملت جميع نواحي حياتهم أنا أشكر الحكومة وأشكر مؤسسة الشهداء التي قدمت أربع سنوات وطلع اسمي بدون قرعة وأشكر الله وأحمده مؤسسة الشهداء حرصت على تطبيق مبدأ التكافؤ الفرص بين ذوي الشهداء المتقدمين لأداء فريضة الحجة عبر القرعة العلنية التي أجرت بينهم من دون تمييز إلا على أساس عدد الشهداء الذين قدمتهم عائلات الشهداء ترجمة نانسي قنقر بمشاركة مديرية شهداء ذيقار وبالتعاون مع مرتب حقوق الإنسان في المحافظة نظمت كلية العلوم في جامعة ذيقار ندوة علمية تحت عنوان استخدام البصمة الوراثية الديان آي في التعرف على الجثث لمجهولة الهوية والمزيد في التقرير بالتزامن مع اليوم الوطني لشهداء المقابر الجماعية وتواصلا مع الحملة الوطنية لجمع معلومات ما قبل الفقدان أقامت كلية العلوم في جامعة ذيقار ندوة علمية تحت عنوان استخدام البصمة الوراثية ديان آي في التعرف على الجثث مجهولة الهوية للتتقيف بالجانب العلمي والقانوني للموضوع بغية حث ذوي الشهداء على التبرع بعينات الدم من أجل مطابقتها مع تلك المستخرجة من رنفات شهداء المقابر الجماعية واقعا يعلم الجميع أننا ورثنا إرثا ثقيلا من النظام البائد متمثلا بوجود الآلاف من المقابر الجماعية منتشرة في مساحات واسعة من بلدنا العزيز وضم ترفات الآلاف من الشهداء الأعزاء علينا الذين قتلوا ودفنوا أحياءا وغدروا من قبل النظام البائد وإذن يأتي اختيار هذا العنوان لهذه الندوة هو خدمة لأبناء بلدنا العزيز اليحناء منهم الأموات ولا يفوتني إلا أن أشيد بدور مؤسسة الشهداء سواء المركز العام أو في مكتبهم بمحافظة غار حقيقهم على تواصل معنا وكانوا سباقين للحضور في هذه الندوة ومن قبلها نظموا ندوة أخرى للتواصل ومجد شهور التعاون مع هذه المؤسسة ومؤسسات التعليم العالي حقيقة مرة أخرى أؤكد على أننا في مؤسساتنا العلمية نعمل جاهدين على توظيف البحث العلمي أسس البحث العلمي نتائج البحث العلمي في خدمة مجتمعنا العزيز الندوة اكتسبت أهميتها من أهمية موضوع مطابقة عينات الدم التي تسحب من ذوي الشهداء الذين لم يتعرفوا على جثامين شهدائهم مع البصمة الوراثية دي أن أي المأخودة من رفاة الشهداء في المقابر الجماعية من أجل تحديد هوية الشهداء هذه الحملة التي تطلقتها وزارة حقوق الإنسان هي حملة جميع المعلومات ما قبل الفقدان أطلقناها بالتعاون مع مؤسسة الشهداء من خلال تزويدنا بأسماء ذوي الشهداء وتبليغهم بمراجعة مكتب وزارة حقوق الإنسان ومع الطبابة العدلية التي بدورها تتولى عملية سحب عينات الدم ومطابقة الدي أن أي نشكر كلية العلوم نشكر رأس الجامعة الذقار على هذا التعاون المستمر مع مكتب حقوق الإنسان وندعو عوائل الشهداء لمراجعة مكتب وزارة حقوق الإنسان لغرض ملء الاستمارات وسحب عينات الدم الندوة العلمية التي نظمتها كلية العلوم في جامعة الذقار ناقشت محاور عدة بينها المحور القانوني وفي هذا المجال ناقشت الندوة إمكانية فتح قبور الشهداء لأخذ عينات الدي أن أي بقصد التعرف على هوية الرفات هذه الندوة الحقيقة مهمة في كونها تعالج محاور عديدة المحور القانوني والمحور العلمي والمحور الشرعي لهذه العملية وخصوصية هذه الندوة الحقيقة من الجانب القانوني أن قانون العقوبات العراقي يقيم أهمية وقدسية لجثة الموتى ولا يجزي الاعتداء عليها ويجعلها جريمة خصوصية تكمن في مناقشة هذا القانون الخاص الذي صدر مؤقتا وهو قانون حماية المقابر الجماعية الذي أجاز للجنة ذكرها ذلك القانون أخذ عينات الدي أن أي وفتح تلك القبور من أجل التعرف على هوية هؤلاء الضحائل أكاديميون شاركوا في الندوة العلمية التي نظمتها كلية العلوم بجامعة ذقار أكدوا أهمية البصمة الوراثية في تحديد هوية ضحايا المقابر الجماعية مشيدين بالجهود التي بدلتها مؤسسة الشهداء في التعرف على هوية رفاة شهداء المقابر الجماعية نمثل موضوع من هكذا نوع بالاستخدام الدي أني والبصمة الوراثية بالكشف عن الجثث مشهولة الهوية واحدة من الأمور المهمة جدا وقد كان لمؤسسة الشهداء دورا كبيرا في عملية الكشف عن الجثث بهذا الخصوص ومن خلال موضوع المقابر الجماعية بالتأكيد أن الموضوع من هكذا نوع يستحق الاهتمام والتركيز أعتقد أن الجهد من هذا النوع يستحق الثناء وكان دائما لكلية العلوم دورا بارزا في هذا الخصوص وهذه اليوم تشترك مع مكتب حقوق الإنسان في ذيقار بتسليط الضوء على هذا الموضوع نشاطات وفعاليات متنوعة تقام في المؤسسات العلمية المختلفة الغاية منها إيصال فكرة واضحة عن أهمية التبرع بالدم في التوصل إلى معرفة هويات الضحايا المقابر الجماعية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر